خليني خليني أخذك يعني نروح لموضوع تاني وخليني أتكلم عن علاقتك ببابا بالمخرج الكبير وستاذ مجدي أحمد علي معرفش كانت علاقة عاملة ازاي يعني كانت علاقة قوية من زمان ولا قويت بعد كده كان فيها عند كان فيها هات وخد كان فيها بابا صحبي لا مش صحبي يعني كانت شكلها عاملة ازاي هو ابويا من أعزي أصدقائي يعني لو أنا مثلا في اتنين تلاتة في حياتي يعرفوا كل أصراري ودايما برجع لهم فهو دافنتل يعني واحد منه ده من زمان ولا حديثا؟ لا من زمان من المراهقة يعني من المراهقة يعني أول ما خلصت بس موضوع بس إيه العنف بتاع المراهقة زحلقة المراهقة دي يعرف يا زحلقة كده بزبط بزبط اللي هو أنا جامد أول ما خلصت ده أظن يعني على آخر السنوات العامة أول الجامعة كان فعلا أدركت إنه إن أنا دايما برجع له يعني دايما لما بعط الخالص طبعا أروح يا بابا الحقني يا رفق أعمل إيه إيه رأيك كده فده ده ما تغيرش أبدا يعني طب بابا يعني عارف يا كتاز معاك بمرحلة المراقبة نجاح؟ جدا جدا أدارها إزاي؟ أنا حتى بسأله السؤال ده يعني أنا حاولت مرة أعمل حاجة تسجيلية بني وبينه أبقى أنا فيها المزيع أقول له أنت إزاي استحملت يعني كل اللي أنا عملته ده يعني آآ فهو كان بيقع لي قال لي أن أنا كنت عملت إيه وقته؟ أنا كنت أنا دخلت تانية ثانية وغيرت المدرسة فحصل لي ترومة بسيطة صدمة كده حديثة فجأة بقيتنا مش مع صحابي اللي تربت معاهم من الحضانة ومع ناس جديدة ليه غيرت المدرسة؟ عزلتوا مثلا؟ كان عندنا يعني قفزة طبقية يعني من المانيل للمعادي كنا في بيت صغير جدا إحنا الخامسة ففي بيت فيه كذا أوضة لكل واحد كان مجدي بقى خلاص ابتدى يشتغل وابتدى يقدر يعني 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 بقى الوضع يسمح له أنه يكون عنده بيت أكبر لأسرته ها فكان لازم بقى نروح المدرسة اللي جنب البيت وهكذا يعني من المانيل للمعادي؟ أه أنا كنت فيه لسيلة مالك وبقاين روحت لسيلة معادي فالنقلة دي كانت صادمة شوي لأنه وأنا كنت متربي بطريقة معينة في كوميونيتي معينة فجأة روحت كوميونيتي تانية هي لا تقل أو تزيد ولكن مختلفة فده كان صادم وكان أنا لوقت ساعتها كان عندي 15 سنة تقريبا بعز السن يعني عز وقال له أي حاجة تعدي بتأثر فيك فده كان صادم جدا يعني فده خلاني بقى أتوه تماما وكان هو كمان ساعتها كان مشغول وأنا كان عندي مساحة للإنطلاق كمسلا الإبن الأكبر عارفها كده طبعا دي كل برابر أه بالضبط فأي أبيوزدت أكيد يعني طب بص خلينا روح لفاصل لأن الحد دي عجباني قوي من المانيا للمعادي واضح أن حاجات كتير حصلت وبعدين لاحست أنك بتقول مجدي 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 أنت لا بتقول بابا ولا أستاذ أسمعي لا بقول بابا بارتو بجاء ساعات ساعات لأنا سمعتك قلت مجدي تلات مرات ما تخليش حاجة تفوتك